مساء الخير أخي الكريم والمشاهدين الكرام يعني أعتقد أن هذه خطوة متأخرة من المجلس الرئاسي ولا يكون للمجلس الرئاسي أساساً أن يلمح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات لماذا؟ لأن السلطة التنفيذية وعلى رأسها الجديدة وعلى رأسها المجلس الرئاسي الذي أتى بموجب خارط الطريق هو مطلوب منها تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح الانتخابات في ديسمبر القادم وبالتالي إعداد القاعدة الدستورية مسؤولية للمجلس الرئاسي إذا فشلت فعلاً الهياكل على اتخاذها هو كان عليها أن يقول ذلك بأنه سيتسد هذا العجز في إقرار القاعدة الدستورية وأنه سيصدر مرسوم رئاسي على سبيل المثال لإعداد القاعدة الدستورية تجرع على الانتخابات هذا ما كان يجب أن يقوله رئيس المجلس الرئاسي وأن يتمسك بالموعد المحدد لإجراء انتخابات وليس أن يحث المترشحين على عدم الترشح أنا أستغرب في هذه الدعوة ولكن المجلس الرئاسي مطلوب منه اتخاذ إجراء في حال فشل الأجسام الموجودة حتى لا يكون الليبيون رهم بإرادة مجلس النواب أو مجلس الدولة والصراع الدائر بين المجلسين حول القوانين المطلوبة للانتخابات هنا يجب أن يكون هناك دور إيجابي للمجلس الرئاسي في هذه الحالة لإقرار القاعدة الدستورية أو عن طريق ملتقى الحوار الذي دعا بعض أعضائه الأمم المتحدة لعقد اجتماع طاري للبحث في عرقلة خارطة الطريق من قبل السام الماني أين تبدو سيد عبد الحفيظ العقدة في قانون الانتخابات أو هذه القاعدة الدستورية حتى أنها لم ترى النور بشكل متوافق عليه حتى اللحظة أنا أرى أن الملتقى الحوار عندما شكل اللجنة القانونية وعكفت على إعداد القاعدة الدستورية لتجرع الانتخابات تم الخيار الأقرب وهو الإعلان الدستوري المؤقت بجانب التعديل السابع للإعلان الدستوري مخرجات لجنة فبراير ونمضي في الانتخابات لماذا؟ لأن هناك فريق عرق لهذه الخطوة ويدعو إلى الاستفتاء على الدستور ليكون هو الأساس في الانتخابات القادمة وهذه مسألة محفوفة بالمخاطر ومن الصعوبة التوفق علي لأن في ليبيا تحتاج إلى دستور توافقي ليس على النحو الذي خرجت به لجنة الدستور بعد أكثر من ثلاثة أعوام من العام الذي كان يفترض أن ينجز خلاله أربعة أشهر لا أكثر يعني تجاوز حتى الإطار الزماني له وبالتالي هذه أصبحت تشكالية من فجر الخلاف وبدأ أن يتحدث عن وجوب الاستفتاء على الدستور وهذه المسألة ستنصف الانتخابات من أساسها وهناك من يدعو إلى أن تتأجل انتخابات الرئاسية وتجرى انتخابات برلمانية إلى حين الاستفتاء على الدستور ثم تجرى انتخابات رئاسية كل ذلك تفجر داخل منطقة الحوار الذي فشل في إقرار القاعدة الدستورية وبالتالي أحيل الأمر إلى مجلس نواب مجلس نواب حتى الآن لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية نهيكة عن القاعدة الدستورية إذن ومجلس الدولة يخالف أي قانون يصدر من مجلس نواب يعني بمعنى أن الأسام التي مناط بها إدارة هذه المرحلة للمضيء إلى الانتخابات هي فشلت حتى الآن بما في ذلك سلطة تنفيذية جديدة التي لم تأتي إلا وفقا لخارطة الطريق تتضمن إنجاح كل الإجراءات من أجل الوصول إلى الانتخابات وحتى الآن لم يفعلوا شيء للأسف سنة الحديث كما تعلم بأن الأمم المتحدة أكثر من مرة لوحت باستخدام لائحة العقوبات على معرقل العملية السياسية وأن المجتمع الدولي كله يسر على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها هل فرد عقوبات هنا أو هناك يمكن أن يدفع الأطراف المختلفة على التوافق على القاعدة الدستورية أو القانون الانتخابي أخي كريم في البداية أن الإصرار على إجراء الانتخابات هي إرادة قبل أن تكون فعلا إرادة دولية ومطلب الأقليمي ودولي هو إرادة محلية أيضا ولا بديل عن إجراء الانتخابات لأن إذا لم تتم الانتخابات في موعدها فمعنى ذلك أن السيناريوهات القادمة ستكون مرعبة قد نعود إلى 2014 وإلى الاقتتال وإلى الحرب وإلى التشضي والانقسام الأكبر في هذه الحالة ولكن الذهاب الانتخابات هو الخيار الوحيد وهو الأفضل حتى ولو لن يغير المشد كما نتمنى ولكن هو سيجدد الشرعية سينهي كل هذه الأسام التي أزمت الوضع على مدى أعوام أما فيما يتعلق بالعقوبات والمجتمع الدولي أعتقد أن في هذه الفترة الوجيزة لن تكون مجدية على الإطلاق لماذا؟ لأن الخلاف أصبح مستفحل ما بين المجالس أصبحت هناك جزر متنافرة ومتناثرة بالأسام مختلفة تعجز عن القيام بمهامة بل وتعاني أيضا من الانقسام يعني مجلس النواب الذي يفترض أن يجتمع هذا الأسبوع يوم الغد لإقرار قانون الانتخابات هو أجل جلسته إلى الأسبوع القاد لماذا؟ لأن هناك خلاف لأن هناك انقسام جديد حدثة في أعقاب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية هناك نواب ذهبوا إلى الغرب الليبي وأصدروا بيان وعارضوا ما قام به المجلس إذن هذه هي الإشكالية العقوبات لن تكون في رأي مجدر كما لم تجدي طيلة الأعوام السابقة وقعت عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي من قبل الأمم المتحدة على عديد من الأطراف الليبي ولكن لم تكثر على الإطلاق في المشهد شكرا جزي وبالتالي أعتقد أن الدور للأمم المتحدة والأسف المبعوث الأممي الحالي أداء ضعيف جدا في حمد الأطراف على التوافق في حمد الأطراف على إنجاز المهام المناطبة بهم طبقا لخار الطريق التي أوجدتها الأمم المتحدة عبر ملتقى الحوار هذا هو الدور الأهم الذي يجب أن تلعب البحث الأممية في هذه الأثناء أن تمارس مزيد من الضغوط مزيد من اتصالات على الأطراف الليبي كما فعل المبعوث السابق الذي لعب دورا أكثر حيوية ودينماكية من الدور الذي يلعب المبعوث الراهن مع أطراف الأزمة السياسية شكرا جزيلا لك سيد عبد الحفيظ غوقة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق كنت معنا من بنغازي ترجمة نانسي قنقر